نظمت الهيئة العربية للتصنيع احتفالية احتفاء بأبناء شهداء الوطن وأسرهم من الجيش والشرطة بدأت الاحتفالية بكلمة للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أعرب خلالها عن تقديره وإعزازه لجميع أسر وأبناء شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة كما أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومية كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع حيث اطلع الوفد على نظم تدريب وتأهيل الكوادر في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية والذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وعقبها التوجه لزيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع